أراضي فلسطين من دون مساءلة تطرد المقدسيين من بيوتهم من دون حساب تقتل حق شعوب المنطقة في السلام من دون اكتراث ولم يطلب مجلس الأمن حتى وقفاً لإطلاق النار في حربها الحالية على غزة التي تقتل أربع عشر مدنياً فلسطينياً كل ساعة تسلب حياة امرأة فلسطينية كل عشرين دقيقة تفطر قلب أم أو أب على طفل غيبته قذيفة دمرت بيته أو مدرسته كل خمس عشر دقيقة ماذا تقول أم فلسطينية لطفلها إذ يطلب شربة ماء فلا تقدر أن تلبيه هل سينسى يوماً هذا وإن عاش إن أنت في أذنه واستهدير الموت أن حرمانك من الغذاء والماء والدواء جريمة حرب لكنك فلسطيني حقك مهضوم القانون الدولي لم يوجد لمثلك ليس لحياتك قيمة حياة غيرك الزملاء العزاء كفى موتاً كفى عنفاً كفى حروباً كفى بؤساً كفى قهراً وكفى ازدواجية في معايير تطبيق القانون الدولي ولأصدقائنا الذين يعتقدون أنهم يخدمون إسرائيل في دعم حربها على غزة والذين يظنون أن مسؤوليتهم الإنسانية والقانونية نحو الفلسطينيين تؤدى عبر دعوات تأخرت لإيصال المساعدات للغزيين نقول بصراحة للموقف الداعم لإسرائيل هذا ينفعها ولا الموقف إذا كارثة الفلسطينيين يقنعهم أو يقنعون من يريد أن يدعم إسرائيل يدعم وقف الحرب والسلامة العادلة والشامل من يريد أن يتحمل مسؤوليته نحو الفلسطينيين يدعم وقف قتلهم والسلامة العادلة والشامل لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل ولتفرح كل أم فلسطينية وكل أم إسرائيلية بالابتسامات على وجوه أبنائها وليحضن الأطفال الفلسطينيون والإسرائيليون آباءهم فرحا لا خوفا الزملاء العزاء إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين والمطالبة بإطلاق مسلوب الحرية منهم موقف إنساني قيمي مبدئي إدانة العنف والحرب موقف إن لم نتخذه اليوم تناقضنا مع إنسانيتنا وبتنا أسار تعري سياسات التمييز في مقاربة صراعات أخرى العنف إن تجذر اقتناعاً ولد من موت الأمل أو من أي دافع آخر لا ينهيه إلا واقع يسوده العدل ويتيح فرص الحياة بحرية وكرامة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو إلى خارجها هي جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977 وأي محاولة لترحيل الأزمة التي أوجدها الاحتلال ويفاقمها الاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال إلى دول الجوار هي تهديد لأمننا الوطني سنتصدى له بكل طاقاتنا زملال عزاء قتل ستة ألاف مدني فلسطيني وهولايا أيضاً لهم أسماء ولهم وجوه ولهم ذكريات ولهم أحباء يبكونهم وتدمير حوالي مئتي ألف منزل وجعلوا أكثر من مئتي مدرسة في غزة ركاماً وقصف المستشفيات والمدارسة والمساجدة والكنائسة على رؤوس من احتمى فيها من المدنيين ليس دفاعاً عن نفس يجب أن لا نسمح للغضب مهما هاج وللألم مهما أوجع أن يقرراه مصير منطقتنا أن يأخذانا حيث لن نواجه إلا المزيد من الغضب والمزيد من الألم ينعم الإسرائيليون بالأمن حين ينعم به الفلسطينيون كم حرباً عانت منطقتنا كم مدنياً بريئاً دفع حياته ثمناً لها وأين نحن اليوم في جحيم حرب جديدة تنذر بجر كل منطقتنا إلى أتونيا الزملاء العزاء وحده السلام العادل يضمن أمن إسرائيل وأمن فلسطين وخداع هو الترويج لإمكانية تحقيق السلام الإقليمي بالقفز فوق الشعب الفلسطيني تعمق الصراع وضمحلت أفاق حله لأن هناك احتلالاً لا أفاق الانتهائه لأن في القيادات الإسرائيلية من يدمر فرصة حل الدولتين ووضع مصير الشعب الفلسطيني كله في يد من ينكر إنسانيته ويدعو علناً وجهاراً إلى مسحه عن وجه هذه الأرض الزملاء العزاء ليتخذ المجلس اليوم قراراً يفرض وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ليتخذ قراراً يؤكد إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم ويمنع تجويع الفلسطينيين وتعطيشهم وتعذيبهم بعقوبات جماعية ليأخذ موقفاً واضحاً يطمئن حوالي ملياري عربي ومسلم أن القانون الدولي يطبق من دون تمييز ومن دون انتقائية لنعمل معاً الزملاء العزاء على أن تكون هذه آخر الحروب على غزة وآخر العنف في فلسطين وإسرائيل وآخر مساحات شيطنة الفلسطينيين والإسرائيليين وآخر دموع كل الأمهات على موت عبثي في غياه بالصراع لنعمل على العودة الفورية إلى عملية سلام حقيقية إلى مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية إلى قرارات هذا المجلس التي ما تزال حبراً على ورق لينتهي الاحتلال وليتحقق السلام العادل الشامل والدائم على أساس حل الدولتين وفق جدول زمني محدد وبضمانات دولية السلام للفلسطينيين والسلام للإسرائيليين والسلام لكل المنطقة بغير ذلك سنجد أنفسنا كما هي حالنا منذ سنين عاماً بعد عام نتحدث بلا فعل ننهي الصراع ونتجادل بلا عمل يحقق السلام بينما يقتل الأبرياء ويموت الأمل ويتوتد اليأس وتتعمق الكراهية وتستمر صدقية هذه الأمم المتحدة تتآكل وقيمة القانون الدولي تتضاءل إما أن ينتصر هذا المجلس للعدل والقانون والإنسانية وإما أن يقول يحق لإسرائيل ما لا يحق لأي دولة أخرى ولا يحق للشعب الفلسطيني ما يحق لأي شعب آخر فتستعر هذه الحرب أكثر ويظل الصراع مستقبل منطقتنا الخيار لكم وبأيديكم يحصد العالم العالم كله خيره إن انتصرتم للحق والسلام أو يتحمل المجلس وزر السماحي باستمرار الحرب والقتل والدمار وحربان شعب كامل من حقه في العيش مثل كل شعوب العالم بأمن وكرامة وحرية واستقلال على ترابه الوطني على أرض فلسطين على أرض آبائه وأجداده على أرض أبنائه وأحفاده شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكراً لكم